أربعة للبودكاست لو تكلمت عن نفسها لقالت أنا مدينة عالمية للثقافة والسياحة والإعلام والعلوم مدينة الفني والفنانين تم تعييني منطقة مخصصة للفن والآثار بموجب مرسوم ملكي ومنحتني اليونسكو لقب مدينة التصميم وأصبحت جزءا من شبكة المبدن المبتعة منذ ذلك الحين استحققت المركز السادس وفقا لمونوكول والمرتبة الثالث عشر وفقا لميرسر لأكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم صنفتني وحدة الاستخبارات الاقتصادية في المرتبة الواحد والعشرين من بين جميع مدن العالم واحتللت المرتبة الثامنة في مؤشر مدينة الطاقة العالمية أتمتع بأفضل الآفاق المستقبلية بين أكبر ثلاثين مدينة ألمانية قال عني هانز فالتر رئيس شركة بيرنبرغ لقد تطورت برلين لتصبح واحدة من أكثر المدن ديناميكية في ألمانيا وكيف لا أتطور يا هانز وأنا برلين المدينة المضيئة أهلا وسهلا بكم مستمعي برنامج تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة معكم أنا ماري محمد وحلقتنا اليوم تتكلم عن برلين خلينا نسلط عليها الضوء قليلا ونجوب أرجاءها ونستكشفها أكثر ونعرف القليل من تاريخها المخفي ولماذا استحقت كل هذه المزايا يلا نطلق برلين هي العاصمة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وإحدى أكبر الولايات الستة عشر وأكبر المدن من حيث عدد السكان حيث بلغ عددهم حوالي 3.6 مليون نسمة وهي أيضا أكبر مدن الاتحاد الأوروبي وتعد إحدى الولايات المدن الثلاث بجمهورية ألمانيا الاتحادية يعني أن حدود المدينة هي نفسها حدود الولاية لكن يمكن تتساءل من وين جاءت تسمية برلين اختلف في أصل تسمية برلين فئة قالت أن الإسم جاء من كلمة سلافية واسلافية هي لغة السكان الأوائل للعاصمة برلين هذه الكلمة هي بيرلو والتي تعني مستنقع أو أرض رطبة إشارة إلى موقع برلين أما المؤرخين قالوا أن الإسم مشتق من كلمة بري وتعني الدب ويظهر الدب في شعار النبالة للمدينة ويقال أنه أيضا يرمز لمارغريف ألبريشت الأول من براندبورغ والمعروف أيضا باسم ألبريشت الدب وتحت قيادته تم استكشاف الأراضي الشرقية التي أصبحت مستعمرة ألمانية سؤال آخر يتبادر للذهن كيف نشأت برلين أول دليل على المستوطنات ظهر في منطقة برلين اليوم هو بقايا أساس منزل يرجع تاريخه إلى عام 1174 تم العثور عليه في الحفريات في برلين ميتي وعارضة خشبية يعود تاريخها إلى 1192 تقريبا وشكل أساس مدينة برلين مستوطنتين هما كولين ومكانها حاليا في جزيرة المتحف والمستوطنة الأخرى برلين على الضفاف الشمالية من نهر سبري وقيمت المستوطنتين بحلول القرن الثالث عشر ويعتبر عام 1237 هو تاريخ تأسيس المدينة وشكلت المستوطنتين كولين وبرلين روابط اقتصادية واجتماعية وثيقة واستفادوا من الطريقين التجاريين المهمين عبر إمبيري وبروج إلى نوفغورد وفي عام 1307 شكلوا تحالف له سياسة خارجية مشتركة لكن بإدارة سياسية منفصلة وفي عام 1415 أصبح فريدريك الأول ناخب لمارغريفية براندبورغ ناخب يعني حاكم مارغريفية هي كلمة تعنحة ولاية مثلا وهي إمارة كبيرة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة ولعبت دور محوري في تاريخ ألمانيا وأوروبا في القرون البسطة وحكمها فريدريك الأول حتى عام 1440 خلال القرن الخامس عشر أسس خلفاء برلين وكولين كعاصمة لمارغريفية براندبورغ وحكمها أعضاء من عائلة هوهنزورن حتى عام 1918 في البداية كناخبين لبراندبورغ ثم كملوك لبروسيا وفي النهاية كأباطرة ألمانية خلونا نروح لعام 1443 في هذا العام بدأ فريدريك الثاني آيرون توث بناء قصر ملكي جديد في المدينة التوأم برلين كولين لكن تعرض لإحتجاج من قبل المواطنين وبلغ احتجاجهم ذروته عام 1448 فيما يسمى بسخط برلين مثل منقول كأنك يا بو زيد ما غزيت ما نجح هذا الاحتجاج ولا أثمر بشيء على العكس فقد المواطنين الكثير من الامتيازات السياسية والاقتصادية واستخدم قصر برلين كمقر لناخبي براندبورغ أما في يومنا الحالي أعيد بناؤه وأصبح منتدى هومبولت وهو متحف للثقافة العالمية ومتحف لاحق لغرفة الفنون البروسية القديمة الموجودة في القصر خلال القرن التاسع عشر ووصف المنتدى بأنه المعادل الألماني للمتحف البريطاني تعالوا ناخذكم في جولة بابين القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر بسرعة حتى نعرف واش هي أبرز الأحداث في هذه الفترة عانت مدينة برلين من اندلاع الميران والطاعون وحرب الثلاثين عام اللي دمرت ثلاث مدن وفقدت نصف سكانها وبدأت فترة الاستقرار والرخاء عام 1640 تحت حكم فريدريك ويليام المعروف باسم الناخب العظيم بسبب إنجازاته العسكرية والسياسية ويعتبر هو المؤسس الحقيقي لبروسيا اللي صارت النواة الحقيقية للكيان الألماني فيما بعد حول الناخب العظيم بروسيا الصغيرة النائية إلى قوة عظمة من خلال زيادة ودمج ممتلكات عائلة هوهنزولرن في شمال ألمانيا وبروسيا وأعطت إصلاحاته المحلية الذكية بروسيا موقع قوي في النظام السياسي الأمر اللي هيئها للارتقاء من دوقية إلى مملكة وتحقق هذا الهدف في عهد ابنه وخليفته واشتهر باستخدام الحركة السريعة لهزيمة أحداؤه واستخدامه للتوجيهات الواسعة وتفويض اتخاذ القرار لقادته الأمر الذي أصبح فيما بعد أساس للعقيدة المتمثلة في أفترستاكتيك وهي تاكتيكات من نوع المهمة ومعروفة أيضا باسم قيادة المهمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهي طريقة للقيادة والتفويض بحيث يمنح القائد العسكري القادة المرؤوسين هدف محدد واضح عالي الأهمية والقوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف والإطار الزمني اللي يجب خلال بلوغ الهدف ويترك القادة المرؤوسين ينفذون الأمر بحرية وبشكل مستقيم كان النخب العظيم من دعاة المذهب التجاري والاحتكارات والإعلانات والتعريفات الجمركية والتحسينات الداخلية وبعد ما ألغى ملك فرنسا لويس الرابع عشر مرسوم نانت شجع ويليام الفرنسيين المهرة والوالونيين والهوغونيتيين على الهجرة إلى براندبورغ بروسيا بموجب مرسوم بوتستام وبسط الصفر في براندبورغ وتقية بروسيا من خلال ربط الممرات النهرية بالقنوات وهو النظام اللي تم توسيعه من قبل المهندسين المعماريين لبروسيين اللاحقين مثل جورج ستينكي والنظام ما زال قيد الاستخدام حتى اليوم أكبر الداعمين لهذا الرجل زوجته لويز هنرييت ومن بعدها سوفي دورثية وجد في كلتا المرأتين الواثقتين مستشارين سياسيين يفكرون ويتصرفون بشكل عملي في عام 1740 وصل فريدريك ثاني المعروف باسم فريدريك الكبير إلى السلطة وتحت حكمه صارت برلين مركز لعاصر التنوير ولكنها أيضا احتلت لفترة وجيزة خلال حرب السنوات السبع من قبل الجيش الروسي وفي سنة 1806 إلى سنة 1808 تم احتلال برلين من قبل قوات نابليون بونابرد وعقب معركة الأمم في ديبزيك سنة 1814 تم تعادة تمثال الكواديريكا وهو عبارة عن عربة تجرها أربع خيول أزالها نابليون من قمة بوابة براندبورغ فترة احتلاله للمدينة وأخذها لباريس للتعبير عن نصر غيرت الثورة الصناعية برلين خلال القرن التاسع عشر توسع اقتصاد المدينة وزاد عدد سكانها بشكل كبير وصارت مركز السيكك الحادثي الرئيس والمركز الاقتصادي لألمانيا وسرعان ما تطورت ظواحي إضافية وزادت مساحة برلين وخيرا في عام 1871 صارت برلين عاصمة الإمبراطورية الألمانية وفي عام 1881 صارت مدينة منفصلة عن براندبورغ عزيزي المستمع حل سمعت من قبل بأشعة رونتغين؟ نراهنك أنك سمعت وأنا أيضا سمعت لكن اسمها اللي نعرفه هو الأشعة السينية والتي تستخدم في مجموعة من المجالات خاصة الطب تم اكتشافها في عام 1895 على يد فيلهلم كونراد رونتغين أو مهندس وفيزيائي ألماني الجنسية اكتشف هذه الأشعة ودرس كثير من خصائصها والاكتشاف هذا فتح أفاق كبيرة في مجالي الطب والفيزياء في العالم أجمع حصل رونتغين على العديد من الجوائز التقديرية لعمله بما في ذلك جائزة نوبل الأولى بالفيزياء عام 1901 ومع ذلك ظل متواضع وما حاول أبدا تسجيل براءة اختراع أي من اكتشافاته بدعوة أن الاكتشافات والابتكارات ملك لجميع الناس لا يكثر من أمثالها بالعالم كيف كانت برلين من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين فسببت الهزيمة الثقيلة للحقة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في اندلاع أزمة خطيرة لكل من ألمانيا وبرلين ونتج عنها تأسيس أول جمهورية ألمانية من قبل فيليب شيدمان في مبنى الريخستاك في عام 1920 دمج قانون برلين الكبرى العشرات من مدن الضواحي والقرى والعقارات المحيطة ببرلين في مدينة موسعة وزاد القانون مساحة برلين من 66 إلى 883 كم على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاضطراب المدني في حقبة العشرينات إلا أن برلين شهدت ذروتها كعاصمة عالمية كبرى وكانت معروفة بأدوارها القيادية في العلوم والتكنولوجيا والفنون والعلوم الإنسانية وتخطيط المدن والأفلام والتعليم العالي والحكومة والصناعات صعد ألبرت أنشتاين إلى الشهرة العامة خلال السنوات اللي قضاها في برلين وحصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1921 وحقت الأفلام خطوة تقنية وفنية هائلة خلال هذه الفترة الزمنية في برلين وأدى إلى ظهور الحركة المؤثرة التي تسمى التعبيرية الألمانية ومن بين الأفلام التعبيرية الأولى فيلم طالب براغ من الصباح إلى منتصف الليل وسامفونية الرعب نوسيفيراتو وغيرهم أيضا أصبحت الأفلام الصوتية أكثر شعبية لدى عامة الناس في جميع أنحاء أوروبا وكانت برلين تنتج العديد منها تطورت الكثير من المجالات والفنون مثل الرسم والموسيقى والنقد اللي بارز فيه والتر بن يمين والفلسفة وعلم النفس اللي بارز فيه كارل يونغ الطبيب والمحلل النفسي اللي أسس علم النفس التحليلي أيضا ازدهرت الهندسة المعمارية والتصميم بشكل كبير وساهم في ازدهارها مدرسة باوهاوس اللي تأسست على يد المهندس المعماري والتر جروبيوس وارتكزت على فكرة إنشاء عمل فني شامل بحيث يتم في النهاية جمع كل الفنون مع بعض كان لحركة باوهاوس تأثير عميق على التطورات اللاحقة في الفن والهندسة المعمارية والتصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والتصميم الصناعي وحتى الطباعة ضم طاقم العمل في باوهاوس فنانين بارزين مثل بول كيلي وفاسيلي كانديسينكيو ولازلو موهولي خلال هذه الفترة الزمنية في برلين شهدت ما يسمى بالفنون الصوفية انتعاش كبير وصار علم التنجيم والأديان الباطنية والممارسات الدينية الشاذة أكثر انتشارا ومقبولة لدى الجماهير مع دخولها الثقافة الشعبية أثبتت برلين في عشرينيات القرن الماضي أنها ملاذ للكتاب الإنجليز مثل W.H.Oden وستيفن سباندر وكريستوفر إيش رود اللي كتب سلسلة من روايات برلين وتتكون من روايات السيد نوريس يغير القطارات ووداعا لبرلين في الجانب الآخر ارتفعت الدعارة في برلين وأماكن أخرى في مناطق أوروبا اللي دمرتها الحرب العالمية الأولى وانتشرت الأمراض التنسلية مثل الزهري والسيلان بمعدل يستدعي اهتمام الحكومة وبارزت الراقصة والممثلة آنيتا باربر كشخصية سيئة السمعة في جميع أنحاء المدينة وخارجها بسبب عروضها المثيرة بالإضافة إلى إدمانها العالني للمخدرات وسلوكها الخاطئ في عام 1933 وصل أدولف هتلر والحزب النازي إلى السلطة وكان يتمنى قيام إمبراطوريا ألمانية بعاصمة قوية البنية فشرع في البناء في برلين كوسيلة للتعبير عن قوته وسلطته من خلال الهندسة المعمرية وبدأ برنامج اعتقالات ضد اليهود والشيوعيين والشواذ جنسيا والمعارضين السياسيين وغيرهم وهنا بدأت أصعب الفصول في تاريخ برلين استضافت برلين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936 ولتم بناء الأستاذ الأولمبي من أجلها هو ملعب رياضي يقع في أولمبيا بارك برلين تم تصميمه بواسطة الألماني فيرنر مارش هو نفسه مصامم أستاذ القاهرة الدولي المعروف سابقا بالسم أستاذ ناصر يعتبر الملعب الأولمبي أكبر ملعب في ألمانيا لمباريات كرة القدم الدولية وهو ملعب من الفئة الرابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1936 صار الملعب موطن لفريق حيرتا برلين واستضاف ثلاث مباريات في كأس العالم لكرة القدم عام 1974 وتم تجديد الأستاذ ناصر من أجل كأس العالم لكرة القدم 2006 وتقام المباراة النهائية لبطالة الدي اف بي بوكال كل عام في هذا الملعب في سنة 2011 استضاف الملعب كأس العالم للسيدات بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 وللمهتمين ببطولة أمم أوروبا إليكم هذا الخبر رح يستضيف الملعب نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2014 بالإضافة إلى خمس مباريات أخرى وبما أننا ذكرنا هتلر أكيد رح نذكر الحرب العالمية الثانية فيا ترى وش تأثير هذه الحرب على برلين خلال الحرب العالمية الثانية تم تدمير أجزاء كبيرة من برلين خلال غارات الحلفاء الجوية عام 1943 إلى 1945 ومعركة برلين عام 1945 أسقط الحلفاء 67607 طن من القنابل على المدينة وهذا الشيء أدى إلى تدمير 6427 فدان من المساحة المبنية وقتل حوالي 125 ألف مدني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في مايي 1945 تم تقسم ألمانيا بين الحلفاء أربعة إلى جزئين ألمانيا الغربية وتضم الأجزاء الخاضعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الشرقية وتضم الجزء الخاضع للاتحاد السوفيتي واللي صار في النهاية دولة مستقلة باسم ألمانيا الشرقية شمل التقسيم مدينة برلين لكنها اعتبرت حالة خاصة فتم تقسيمها بين الحلفاء الأربعة على الرغم من وقوعها كلياً داخل ألمانيا الشرقية إلى أربع قطاعات القطاع الجنوب الغربي تحت سيطرة الأمريكيين بينما القطاع الغربي تحت سيطرة بريطانيا العظمة والقطاع الشمالي الغربي من المدينة تحت نفوذ فرنسا أما القطاع الشرقي فكان تحت هيمنة الاتحاد السوفيتي ومن أجل هذا التقسيم كان لابد أنهم يتفقوا على تحديد ممرات برية وجهوية تربط قطاعات برلين الغربية بألمانيا الغربية ثم بالهالم الغربي هذا الواضح أدى إلى تعقيدات كثيرة في الفترة لثلاثة الحرب وقامت ألمانيا الشرقية عدة مرات بقطع بعض الممرات وإحداث حصار بري لبرلين الغربية كان هدفه الأساسي إيقاف هروب الألماني الشرقيين إلى الدول الغربية وحتى تحقق هذا الهدف بكفاءة أكثر بنت حكومة ألمانيا الشرقية جدار برلين فصار من المستحيل على الموقنين في برلين الشرقية السفر إلى ألمانيا الغربية تعالت الكثير من الأصوات المناهضة لإنشاء الجدار وبعد الزيارة قام بها الرئيس الأمريكي جون كينيدي لبرلين عام 1963 سمحت حكومة ألمانيا الشرقية بإدخال برنامج محدود لمنح الإذن بالسفر مع نهاية الحرب الباردة سنة 1989 والضغط من سكان ألمانيا الشرقية سقط جدار برلين في 9 نوفمبر وبعدها تم هدم معظمه فاحتفلت برلين واحتفلت ألمانيا بأسرها وصار بإمكان مواطني جمهوري الألمانية الديمقراطية السفر بحرية اليوم يحتفظ معرض الجانب الشرقي بجزء كبير من الجدار ويعتبر من المعالم السياحية لتكشف لنا صورة حية عن انهيار الدولة بعد الحرب العالمية الثانية وظل هذا الجدار صامد على مدار ما يفوق 28 عام تطورت الأحداث بشكل إيجابي وانتهت بإعلان إعادة توحيد ألمانيا في أكتوبر سنة 1990 وصارت ألمانيا دولة ليشعونها حكومة واحدة وتتخذ من مدينة برلين عاصمة رسمية ومن الجدير أن نشير إلى تلة تويفلسبرغ أو جبل الشيطان وهي أعلى تلال برلين واللي ميزها بناءها من أنقاض المباني اللي دمرتها الحرب العالمية الثانية استخدمها الجيش الأمريكي كمحطة للتنصت على اتصالات السوفييت ودول حلف وارسو إبان الحرب الباردة واليوم هي منطقة مفتوحة للتنزه وممارسة أنشطة مختلفة ولكون برلين العاصمة التاريخية لألمانيا على مر العصور والحكام أصبحت أكثر مدن ألمانيا ثراء بالثقافة والمعالم التاريخية أشهر هذه المعالم مبنى الريخستاج كاتد رأية برلين برج برلين التلفزيوني ليعد أطول مبنى في ألمانيا قصر الشارلوتنبرغ والقصر الرئاسي بيلفو وعمود النصر تخيلوا أن عمود النصر المعلم التاريخي تعرض للتخريب والسرقة من قبل مجهولين حيث قال تقرير الشرطة الصادر في 21 أغسطس 2021 أن عمار السيانة لاحظ اختفاء صفائح نحاسية من على سقف ثلاثة من أصل أربع عام داخل للنصب التذكاري فأبلغوا الجهات الأمنية اللي باشرت بالتحقيق في الحادث الخطير أعتقد أن اللصوص سرقوا الصفائح في جلح الظلام وقال متحدث باسم الشرطة أن الأضرار المادية وحدها جسيمة لكن الأضرار التاريخية لا تقدر بثان وبما أننا تحدثنا عن أشهر المعالم فبالتأكيد ما رح نخفي لذكر بوابة براندبورغ التاريخية العريقة اللي تحكي لنا عن تاريخ برلين وقوة الدولة ووحدتها في إيجاز وتتألف البوابة من ستة أعمدة شاهقة الارتفاع مصنوعة من الحجر الرملي وتتميز بتصميمها الكلاسيكي الفريد وتمثال الكوادريغا اللي أكسبها مزيد من التألق صمم كارلفون جونتارد الجهة المطلة على المدينة كواجهة مزخرفة على الطراز الكورنثي وصمم تلميذ جورج كريستيان أونغر الجانب المطلة على الحقل أو الريف على نمط قوس قسطنطين مع أعمدة كورنثية مزدوجة وزخارف كالأبواق الذهبية فأصبحت البوابة بواجهتين مختلفتين تماما تعد برلين موطن لثلاث مواقع للتراث العالمي وهي جزيرة المتاحف قصور ومتنزهات ووتستام وبرلين والعقارات السكنية الحديثة برلين مدينة صناعية يعتمد اقتصادها على شركات التكنولوجيا الفائقة وقطاع الخدمات اللي يشمل مجموعة متنوعة من الصناعات الإبداعية والشركات الناشئة ومرافق البحث وشركات الإعلام وأماكن المؤتمرات وتعتبر بمثابة مركز قاري لحركة الطيران والسكك الحديدية وعندها شبكة مواصلات عامة محقدة جدا ويعرف الألمان بالكفاءة والالتزام بالموحيد وينطبق هذا بشكل عام على لظام النقل الفعال والحيوي مع القطارات والترام والحافلات اللي تعمل على مدار 24 ساعة فلو كنت راح تسافر لبرلين لا تهتم بالنقل أبدا ولا تقلق بشأن النقل وتتميز هذه المدينة بأنها موطن لجامعات ذات شهر عالمية مثل جامعة هومبولت المعروف أيضا باسم جامعة برلين تم إنشاءها عام 1809 وكذلك هي أحرق جامعات المدينة وجامعة برلين الحرة تمثل أكبر الجامعات في المدينة وفي كثير من المؤسسات التعليم العالي مثل أكاديمية الفنون ومعهد الفنون التطبيقية والجامعة التقنية بالإضافة إلى المكتبات العامة الضخمة مثل المكتبة الأمريكية التي تحوي حوالي مليون كتاب وفيها ما يقارب 138 متحف وأكثر من 400 معرض فني وعدة تور للأوبرا وفرق أوركسترا خاصة بها مثل أوبرا الدولة تعتبر البرية في برلين من أكبر الأماكن في العالم وطبيعة برلين جنة الله على الأرض ولو رح نتكلم عن السينما فبرلين أهل لهذا المجال وبجدار فهي مركز أساسي لصناعة السينما الأوروبية والألمانية وموطن لأكثر من ألف شركة إنتاج سينمائي وتلفزيوني و270 دار السينما فيها استيديو بابل سبيرك ثاني أقدم استوديو أفلا مواسع النطاق في العالم وأكبر استوديو أفلا في أوروبا وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني برلين ثاني أعلى ولاية في معدل البطالة بنسبة 10.7% واللي زاد هذا المعدل هجرة اللاجئين الأوكرانيين تعتبر برلين بشكل عام مدينة آمنة للغاية ولكنها مثل أي مدينة أخرى حول العالم تحتاج منك الاهتمام بمقتنياتك الشخصية حتى لا تتعرض للسرقة من قبل النشارين اللي ينتشروا بشكل كبير حول محاور النقل الرئيسية بين جنبات برلين ما زال هناك الكثير وحقيقة تستحق الزيارة واكتشافها عن قرب حطوها ضمن خطف السفر القادمة والأهم لا تنسوا تشاركوا المدينة بأعدستكم قال الحاكم العظيم فريدريك ويليام المقولة الحربي الشهيرة إن الشخص الذي يسعى للدفاع عن كل شيء لن يستطيع الدفاع عن أي شيء ما رأيك بهذه المقولة؟ هل تتفق معها خاصة في ظل الأحداث الدائرة في العالم؟ أم أنه لك وجهة نظر أخرى؟ وهل تعتقد أنها قيلت بغير معنها الظاهر؟ كنت معكم أنا ماري محمد في حلقة من إعداد نورة حمزة تدقيق حلال بكري وفي المونتاج والهندسة الصودية خالد عبد العزيز شاركنا اقتراحاتك في البلد الإلكتروني الموجود في الوصف ولا تنسى تشارك الحلقة مع أصدقائك في أمان الله